النهاردة بالمناسبة بتاعة وجود بلينكين يائر لبيد اللي هو رئيس الاسرائيل سابق لخرج من التوليفة الحكومية الحالية قال انا حزين جدا ليه يا عم؟ زماية صحيفة يدعوت احرنوت قال انه انا حزين ابدى حزنه الشديد على ان بلاده لم تعد اقرب حليف للادارة الامريكية قال احنا زعلانين من امريكا واهو يائر لبيد لم تعد اسرائيل اقرب حليف للادارة الامريكية وقال انه لادارة الامريكية بادارة بايدن بترى اسرائيل في حال التراجع بشأن الديمقراطية وحاولت واشنطن طبعا دي كلها كلام يعتبر كلام انتخابي لاصراع الموجود بين هذه الكتل السياسية الاسرائيلية